باتت المرأة تشغل العديد من المناصب في الوقت الحالي وأثبتت مقدرتها القيادية في العديد من الدول وأصبح عائق منع المرأة من العمل وإشغال المناصب من الماضي ليصبح دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل تتحمل المسؤولية تتحمل مسؤولة ولادها إذا الإسلام حيكة وهي تتحمل مسؤولة ولادها كيف تتحمل رئيسة وزراء؟ لازم تكون رئيسة وزراء لأنها تقدم مسؤولة وتستحق المرأة تستحق إيسا أوفة بالمنصب من الرجال السبب أنا عاطفية وممكن تشعر بالمجتمع وممكن تشعر بالناس وممكن عايش الوضع هي من تلقاء نفسها وبالتالي راح تكون يعني واثنين المرأة بيكون أخوف من إنها تقدم على أمور اختلاس أو أمور أثاني وبالتالي بيظل في السيف صايد لأي سيدة تشوف حالها زي أي رجل هو المسؤول نحن شايفين أصلاً الإسلام يعني شو عملوه ونفس الإشي ممكن يكون السيدات عند تفكير أحسن وبره في أوروبا يوجد رئيس وزراء صارت في ألمانيا ومن أحسن الزعم الأوروبيين كانت سيدة نصف المجتمع نصف الرجل سيدة تكمل مكمل إلى الرجل وأكيد مع أنه تصل لمنصب رئيس الوزر السيدة يكون لها دور بالمجتمع وتكون بمنصب رئيسة وزراء ليش لا؟ أكيد ما بيختلف يعني أصلاً ما في فرق بين المرأة والرجل بالعكس ممكن يكون عندها حكمة وتفكير أكثر بالعكس طبعاً طبعاً مع وصول المرأة لكل فئات المجتمع وتوصل وين ما بدها شو بيفرق المرأة عن الزلمة يعني بالنهاية الواحد إذا كان هو شخصيته منيح ما بيفرق ذكر أو أنثى كان مع التقدم الذي نشهده في مختلف المجالات ومشاركة المرأة وتمكينها مجتمعياً يطرح سؤال هل من الممكن وصول سيدة إلى منصب رئاسة الوزراء في الأردن؟ العديد من الآراء أيدت أن المرأة قادرة على إشغال أي منصب كان فهي تضع نظاماً متكامل لحياتها الخاصة وتبني منزلها بقواعد لإنجاحه سيدة هي إلها كيانها وإلها احترامها وإلها تقديرها وإلها مكانتها في المجتمع عندنا هنا بس إنه تشغل منصب رئيسة وزراء صعب كتير هلأ رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء بده فضاوة كتير وبده وقت فاضي يعني ما رح تهتم لا ببيتها ولا بأسرتها ولا بجامعتها ولا بأي مكان إلها ممكن نوصل مراتب أعلى هي ممكن ما في مرتبة أعلى من رئيس الوزراء بس إذا فيه رح نوصلها لأنه المرأة بتستحق والمرأة هي أصلاً بش نص المجتمع أغلب المجتمع يعني إذا المجتمع أربع ثلاث إحنا ثلاث ثلاث المجتمع السيدات المتعلمات في مجال يعني عندهم للإبداع يعطى يعني فرصة أيضاً غير الرجال فألا يعني إن شاء الله بيقدر يوصلوا ويعمل شي مختلف إن شاء الله أنا بتستحق وشركة زوجها في الحياة فهي من حقها إنها توصل قادروا أكتر كمان طالما إنهم قادروا يترب البيت وترب الأطفال وتقطعهم من أحلى ما يمكن يكون في مرأة في المجتمع يعني هيك المفروض مفروض نعم زي الدول العالم لم يعد إشغال المناصب الرئيسية مقتصراً على الرجال فقط إنما أثبتت المرأة قدرتها على الخوض في التجارب السياسية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر